ننتقل بكم مشاهدين إلى صور مباشرة من لندن حيث يشارك الملك شارلز الثالث في الذكرى السنوية لضحايا الحروب وهذه طبعا المرة الأولى التي يشارك فيها الملك شارلز في هذه المناسبة بصفته ملكا وكان قد مثل والدته سابقا في هذه المناسبات طبعا ريشي سوناك قد ألقى كلمة بهذه المناسبة وذكر فيها أنه سيكون هناك لحظات صمت لهذه الذكرى وسدتق ساعة بيك بينغ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت لندن في الوقت نفسه وطبعا ساعة بيك بينغ أو ساعة لندن الرمزية عادت إلى العمل بعد خمس سنوات من أعمال الصيانة الملك شارلز يحضر الذكرى السنوية لضحايا الحروب لأول مرة بصفته ملكا